السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا ألا وهي حبوب مانا الحمل وهنعرف ايه هي مميزاتها وعيوبها وكمان هنعرف ايه هي الحالات اللي ما ينفعش نستخدمها ويا ريت لو انت لسه اول مرة تفرج علينا بتنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل على طول هنبتدي اول حاجة بمميزات حبوب مانا الحمل واول ميزة انها سهلة في تناولها وجرعتها كمان بتساعد في انتظام الدورة الشهرية للسيدات اللي بيكون عندها شكوى من الترابات التمصية كمان بتقلل من الام الدورة الشهرية وبتخفف منها وحبوب مانا الحمل ما بتأثرش على ممارسة العملية الجنسية سواء اتخذت في معدها او خلالها بالاضافة الى انها بتحد من النزيف الرحمي عند السيدات كمان لوحظ انها بتقلل من حدوث الانيميا وده طبعا راجع لقلة الدم اللي بينزل وانتظام الدورة الشهرية وحبوب مانا الحمل كمان بتقلل من حدوث الاورام السرطانية وتكايوسات المبايد كمان حبوب مانا الحمل بتساعد في حالات الاندومتريولزس او البطانة المهاجرة كده احنا عرفنا المميزات بتاعتها خلينا بقى نعرف العيوب اول حاجة بتعمل اضطرابات في المعدة بمعنى اصح بتسبب قيء ودوخة وتقل في منطقة المعدة وانتفاخات كمان حبوب مانا الحمل بتعمل على زيادة الوزن والسمنة بالاضافة كمان الى انها بتسبب تقلبات في المزاج او المود ومن اشهر العيوب اللي بتحصل هي ألم واحتقان في السدي وده في الغالب بيحصل مع بداية استعمال حبوب مانا الحمل لكن الاحتقان ده بيخف بعدين كمان في بعض الحالات ممكن يسبب صداع او صداع نصفي كده احنا عرفنا المميزات والعيوب امتى بقى بتكون حبوب مانا الحمل ممنوعة تماما اول حاجة في حالة وجود جلطة دموية وانسداد في الشرعين كمان في حالة وجود انتفاخ في شرعين الساق او مرض الدوالي كمان بتكون ممنوعة في حالة امراض الكلة مع وجود زلال في البول وبرضو ممنوعة في حالة وجود مرض في الكبد وبتكون ممنوعة في حالة الاصابة بامراض نفسية او عوارض عصبية او التعرض لنوبات صرع كمان عند إصابة المرأة بالسكري والسمنة الزائدة وبرضو ممنوعة في حالة إصابة الرحم بالتلايف وممنوعة في حالة وجود احتباس مائي في عصب النظر أو ضعف فيه وآخر حاجة إنها بتكون ممنوعة للسيدات اللي بيكونوا مدمنين على التدخين وسنهم فوق الـ 35 سنة خلينا ننتقل بقى لأنواع حبوب مانا الحمل أول نوع هي الحبوب المركبة أو الـ Combined Bills تاني نوع وهي الحبوب أحادية الهرمون أو الـ Progestogen Only Bills خلينا بقى نبدأ بأول نوع معانا النهاردة وهي الحبوب المركبة أو الـ Combined Bills وسميناها الحبوب المركبة لأن الحبوب دي بتشمل الأستروجين والبروجستيرون مع بعض وطبعا النوع ده من الحبوب لا يستخدم مع الرضاعة وخصوصا في الست شهور الأولى من الولادة بسبب وجود مادة الأستروجين ميزة الحبوب المركبة بقى إنها بتمنع الحمل بكفاءة ممكن توصل لـ 99% في حالة الانتظام عليها ودي بتمنع الحمل عن طريق إنها بتوقف عملية الطبويت في الجسم وكمان بتزود من سمك المخاط في عنق الرحم عشان تصعب المهمة على الحيوانات المنوية وآخر حاجة إنها بتغير من كفاءة وشكل بطانة الرحم وبالتالي لو حصل إخصاب للبويضة هيكون صعبة عليها إنها تخرس نفسها في بطانة الرحم أهم المركبات اللي بتنزل في السوق تبع النوع ده هي الـ Estradiol أو الـ Estrugine والـ Gestudine اللي هو البروجستيرون وده هتلاقيه بينزل بتركيز 3.800 على 75 من ألف ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الفيموجيسال والجسترانيل والجينيرا والجينوسبت والليندي نيت تاني مركب بينزل من النوع ده هو الـ Estradiol مع الليف والنورجستيريل وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي المايكروسبت والنورديت والترايوسبت بس المميز في الترايوسبت بالذات انه بيكون من نوع بمعنى ان الحبوب اللي فيه بتكون مختلفة في التركيز عن بعض عشان كده بتلاقي فيه 3 أنواع من الحبوب مختلفة في الشكل عن بعض جوه الشريط نيجي بقى لتالت مركب معانا وهو الـ Estradiol مع الدروس برينون وده إما هنلاقيه بينزل بتركيز 3.800 على 3 ميلي جرام وده هتلاقيه في أدوية زي الدروس باديول والموزانجليك والنور كارمينة الـ 21 أرس والرادروزا والتيكنوسبيرون وإلياسمين أو ممكن تلاقي نفس المركب ده بينزل بتركيز 2 من 100 على 3 ميلي جرام وده هتلاقيه في أدوية زي النور كارمينة 28 أرس وإلياز نيجي للمركب اللي بعد كده وهو الـ Estradiol مع النورجيستيميت وده هتلاقيه بينزل بتركيز 35 من 1000 على 25 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي السيلست والنورجيستيديول نيجي بقى للمركب اللي بعد كده وهو الـ Estradiol مع الـ Estradiol وده إما هتلاقيه بينزل بتركيز 3 من 100 على 15 ميلي جرام وهتلاقيه في أدوية زي المارفيلون والضاي مكليريك أو هتلاقيه بينزل بتركيز تاني وهو الـ 2 من 100 على 15 ميلي جرام وده هتلاقيه في أدوية زي الميرسيلون نيجي بقى للمركب اللي بعد كده وهو الـ Estradiol مع الـ داي إي نوجست وده هتلاقيه بينزل بتركيز 3 من 100 على 2 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي المارتافيفا نيجي بقى لطريقة استخدام حبوب منع الحمل المركبة هتلاقي الشريط بيحتوي على 21 حبة بتبتدي الزوجة إنها تاخد حبة يوميا مساء بداية من اليوم الخامس من بدء الطمس حتى لو كانت دم موجود وتفضل تاخدها لحد ما تخلص الشريط وبعد كده تستنى لحد ما يبدأ الطمس الجديد ومع بداية اليوم الخامس من الطمس الجديد تبدأ تاخد الشريط التاني وهكذا وطبعا يفضل إن الحبوب دي تأخذ في معاية ثابت من اليوم خد بالك بقى إن في حبوب بتحتوي على 28 حباية وفي الحالة دي الزوجة بتاخد الأقراص دي بلا انقطاع بمعنى إنها لما بتخلص الشريط الأولاني بتاخد بعده الشريط التاني من غير ما تفصل بينهم بأي يوم خلينا بقى ننتقل للحبوب أحادية الهرمون أو البروجستوجين only pills ودي بتشمل مادة البروجستيرون بس ودي في منها أنواع كتيرة جدا لكن هنذكر المهم منهم بس النوع ده بيستخدم في الرضاعة خصوصا في الست الشهور الأولى من الولادة والنوع ده بيمنع الحمل بكفاءة ممكن توصل ل95% أول مادة معنا هي الليفونورجستريل ودي هتلاقيها بتنزل بتركيز 3800 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي اللاكتيفينور وي المايكرو لوت وده أكتر نوع بيستخدم لمنع الحمل عند المرضعات تاني مادة فعالة معنا وهي الديزوجستريل ودي بتنزل بتركيزات 75 ميكرو جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي السيرازيت وي الأوفن هبتا نيجي للمادة اللي بعد كده وهي اللينسترينول ودي بتنزل بتركيز 0.5 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإكزلاتون نيجي بقى لطريقة استخدام حبوب منع الحمل وحادية الهرمون ودي في الغالب هتلاقيها بتحتوي على 35 حباية أو 28 حباية وبتستخدم بعد الولادة بحوالي 21 يوم وبتستخدم قرس يوميا بلانقطاع بمعنى إن الشريط الأولى إن يخلص تبدأ في الثاني على طول وما تفصلش بينهم بأي يوم نيجي بقى في الآخر لحاجة بنسميها حبوب الطوارد ودي الزوجة بتاخدها في حالة إنها لو نسيت أو لغبطت في الجرعة بتاعت حبوب منع الحمل أو حصل إنه تمت عملية الجماع بدون أي وسائل حماية وقتها تاخد الحبوب دي والحبوب دي إما بتكون عبارة عن ليفو نورشستريل بس بيكون بتركيز عالي اللي هو 75 من 100 ميلي جرام وده هتلاقيه في أعراض زي الكونترا بلان أو البوستينور وده جرعته بتكون 2 أرس اللي هي 1.5 ميلي جرام مرة واحدة فقط خلال 3 أيام من عملية الجماع ودي بتمنع الحمل بكفاءة ممكن توصل لـ 88% بس تاخد الجرعة دي في أعرب وقت قبل مرور 3 أيام من عملية الجماع كمان في مادة تانية بتستخدم كحبوب للطوارئ وهي الأولي بريستال أستيت ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 30 ميلي جرام وهتلاقيها في أراض زي النور بريجنا ودي جرعتها بتكون قرص اللي هو 30 ميلي جرام مرة واحدة فقط خلال 5 أيام من عملية الجماع ودي بتمنع الحمل بكفاءة ممكن توصل من 60% لـ 70% بس تاخد الجرعة دي في أعرب وقت قبل مرور 5 أيام من عملية الجماع وبكده نكون عرضنا أهم الأدوية الخاصة بمنع الحمل في الصيدلية كاملة وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشايرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتساهم في نشر الوعي في النهاية سبحانك الله ومحمدك شهدو أن لا إله إلا أنت استغفرك وإتوب إليك والسلام عليكم